السلام عليكم الحبيب أتمنى تكونوا بخير وعلى خير جبت لك الخلطة التي ستحنك تماما من سواد في مكان وشحال مكان قديم ولا جديد سواء تحت الابطين او في المنطقة البكيني او في الركب او الاكواع في اي منطقة فدات تحصي على تبيض وتفتيح عالي وترطيب خيالي وصفة مضمونة مجربة فعالة من التورات المغربي الصحراوي القديم كيستعملوها لعرائس ديالهم استعدادا للذهاب الى البيت الزوجية باش ميحسوش بالإحراج امام الازواج ديالهم مكونات دياله سهلة وبسيطة مضمونة وفعالة قبل ما نبدأوا بالخلطة ديالنا ضروري ما نقدم لكم واحد المقشر روعة 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 ضروري تستعملوه اذا بغيتوا اي وصفة نجح لكم 100% اول مكونات عندنا منه وهو حبوب الشاي اي حبوب الشاي متواجدة عندكم بديل الحبوب الشاي اللي بنته هو القهوة القهوة العربية او لما يسمى بالقهوة التركية هنا الدور دياله كتحتوي على الكافيين اللي كيخلينا الجلد ديالنا كيمتصل لنا اي مكونات وكيعطينا واحد الفعالية اللي هي سريعة هنا تقريبا خديت جوجي الملعقة ديال الطعام من حبوب الشاي وغدي انطحنوهم مزيان وندوزو المكوين الموالي المكوين الموالي وهو الارز لبنات الارز معروف في التبييد ديالو كيدخل في جميع الخلاطات تقريبا ديال تبييد البشرة هنا غاد نضيفو الارز كيفما قلت لكم ثلاثة ديال ملعقات ديال طعام تقريبا اللي غنضيفو ديال الارز انطحنوهم ونضيفوهم على المكوين اللي تحناه قبل موسيقى الارز كيفما تلاحظو خاق انطحنوه كيبقى حريرشو ولي كيعمل لنا سكراب باش كيقشر لنا الجلد الميت وهنا البنات غاد نضيفو كدالك الماء ديال البطاطة ساني الماء ديال البطاطة غنشبروه متوسطة الحجم تقدرتك انا عندي غير هادية عندي بطاطة صغيرة المهم بالنسبة للبطاطة من الاحسن باش تتخلصو منها الماء بكمية اللي هي معقولة متطحنوهاشي او لما تبشروهاشي في المي بشارة اللي كيكونوا هاكو دا العيون ديالها واسية عفوا اه تبشروها من الاحسن في المي بشارة اللي يكونوا العيون ديالها ضيقة هاكو داكت تبشر ليكم مزيان وكتحصلو على واحد الماء اللي هو معقول يعني يعني كمية من الماء ديال البطاطة هنالبنات كيف ما تلاحظو معايا انا بشارتها بالقشور دياله علاش لان القشور دياله كتحتوي على مجموعة من الاليف اللي كتقوي لنا كذلك الجلد كيف ما كتعرفو داكت بفصل الصيف كنحتاجو نقوي الجلد ديالنا يعني باش تكون هاكو داكت تحمل لنا الشامس وكتتحملنا العوامي الخارجية والقشور ديال بتطرى فيها مكونات اللي هي رائعة للبشرة يعني اللوب ديال البطاطة كي يبيض لنا البشرة دياله لان فيه الناشا وكذلك القشور ديالها من الاحسن انا نطحنوهم معا في هذا المكوين هذا او لف هذا المقشر هذا مومر بنسغن نطحنها ونستخلص الماء دياله وندوزو نكملو المقشر ديالنا رائع موسيقى وهذه هي الكمية اللي حصلت عليها ديال الماء البطاطة كيف مشفتوها البنسة عندي البطاطة المتواجدة عندي في الدار عندي صغيرة انتو متقدرو تحملوها شوية كبيرة على هذي بس اعطيكم كمية اللي هي كتيرة الموما البنات من بعد ما اضفنا هذي الماء ديال البطاطة سندوزو المكوين الموالي وهو الليمون الحامض بالنسبة الليبنات اللي عندهم حساسية من الليمون الحامض انا البنات ما عنديش حساسية منه نهائيا كانت عندي حساسية في البشرة ديالي ولكن عالجتها الحمدلله هنا البنات تقدرو تستعملو كباديل الليمون سيترون تقدرو تستعملو ماء الطماطم يعني تاخدو نصف ديال مطيشة يعني الطماطم وتعصروها ولا تعملو الماء دياله ولا تحكوه حتى يمع البطاطس وتزيدوها هنا البنات غنضيف المكوين الموالي وهو زيت زيتون نضيف تقريبا 3 ملاعق الى 4 ملاعق هنا البنات اللي عندهم بقع فدات ديالهم وعندهم سوادلي وشديد بزاف يقدرو يعوضوه بزيت اللوز الحلو او لزيت فيتامين ا اللي متواجد عندكم زيت زيتون رائع رائع في الوصفات كيفما تشوفوا معي عن خلط المكونات جيدا البنات هنا اللي بغين بياضه بالزربة ويضيفوا الحليب يعني الحليب وخة بودرة اما بودرة اما الحليب هكذا ولا ما كانش عندكم تقدروا تعملوا ماء الوان يعني لك الحليب من الاحسن ما كانش نعطيتكم بدائل اما بودرة الحليب او لا مثلا تقدروا تستعملوا ماء الوان موما البنات المقشر دينا وصبح واجد مقشر من ارواع ما يكون استعملي هذا لا كنتي ماشي الحمام الزنقة واو 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 يا سلام ولا كنتي كذلك في الدار ستدوشي تعملي القوماج لدات ديالك كاملة خاصة البنات اللي بغوا لدات ديالهم تخرج هكذا او او ارطباق استعملوا حتى تتحكوا بالليفة وذيك شي تستعملوا هو الاخري اما دابة حاليا ستستعملوا يعني دخل الحمام وغادي تحكي بالليفة الجسد ديالك كامل وعدا تستعمليه هو الاخر كمرحلة اخيرة هذا استعمليه مرة في الاسبوع او لمرتين سيزول لك الخالية الميتة وعطك تفتيح للبشرة رائع وغا تحسي بالبشرة ديالك ارطباق ارطبا بحل زبدة استعملوا البنات وردوا عليها بليز دخل الحمام وتحكي بالليفة مزيان وتحيدوا الوصوخات وذيك شي تستعملوا كمرحلة الاخرية مرة مرحلة اخيرة مرة وتحكي تقوميه مزيان تقريبا 1-5 دقايق او 10 دقايق وتحكي تقوميه في المناطق الحساسة تحت الابطين العنق دات ديالك كاملة قومي بها بقين عندي اخلاطات ديالك وعرا وعرا نقدمها لكم ان شاء الله مستقبلا كيف ما قلت لكم انا نقدم لكم جميع ذلك الشي اللي كنعرف اللي متأكدة منه مضمون ومجربوا يعطيكم نتائج روعة وانتو ما تستعملوك تجربوه ليجا معاكم من استعمال الاول هما اللي تبعوا يعني غاتعرفوا بان ذيك المكونات هي اللي محتاجة لها الجسم ديالكم وهي اللي تفاعلت مع الجسد ديالكم او مع البشرة ديال جسم ديالكم غير الأرز اللي في حبيبتها كذا تبقى شوية حريرشة يعني هذا المقشر امين للبشرة العادية والبشرة الحساسة من بعد غسلوا وغيب الماء صافي يعني كمرحلة اخيرة وخليوا كدعتكم محضرة طوبية خيالية ودعبا غادي اندوزو الخلطة ديالنا او الكريم الرائع والرهيب ديال التبييد روح روح على البناء غادي اكيد غا تشكروني علي وغادي ترجعوا كيفما العادو تقول يا في في رائع شكرا لرحم الكوالدين ونقول لكم من هنا العفو تستاهلوا مني كل الخير شكرا انتم معل تعليقاتكم وعلى دعمكم كان حبكم ونموس عليكم بوست كبيرة لكم الموما البناءت هنا يخذي تقريبا جوجد البطاطس يعني صغيرة الحجم كيفما قلت لكم قبيلة هذه البطاطس المتواجدة عندي وغادي تستعملوا اللفت للبنات اللي يسولوني اي نوع لفت متواجدة عندك اي نوع لفت متواجدة عندك كنت من البينات اللي يسولون للفت بلهجات اخرى تكتبوها لهم في التعليقات هنا غادي نضيف ملعقة ديال الطعام من الليم والحامض هنا الضور ديالها من بشرة حساسة تبقى حساسة نهائيا هذا الماسك هذا الخلطة تصلح جميع انواع البشرة انا كنعمل لكم البنات الحساب لا تخافوش ونضيفوه هنا واحد كاز ديال الماء يعني نغطيوها بالماء نوضعوه على النار نجهدو العافية يعني من لو متوسطة لحد الغاليين ونقصو عليه نقصو عليه تقريبا ربع سائلة ثلاث ساعة ونقوم مرة مرة نقلبو بحلاق دبات شكل هذا حتى كنلاحظو بانه رجع طايب يعني حتى كي طيب ونضيفو هذا المكون ونضيفوه هنا سابونة ديال ضوف يعني لبنات اي سابونة مكتوب فيها سابون كريمي يعني سواء سابونة ضوف او سابونة نيفيا اللي متواجدة عندكم سابون او اي سابون اخر غير يكون سابون مكتوب فيه سابون كريمي يعني كيكون سابون وكريم في نفس الوقت كريمي هنا كيفما شفتو بشر جيد كيفما كتلاحظو معايا وغادي نضيفوه على البطاطس واللفت هنا البنات كيفما شفتو معايا انا خليت هذه المكونات تقريبا يعني شحتات من الماء دياله رجع فيها الماء غير شويش انتو ما لبقى عندكم فيها الماء بزيف يعني ما تخلطوهش مع الماء بزيف الماء دياله مطابعة الحال هنا غنضيفو تقريبا واحد الخمس ديال الملاعق من المبشور ديال السابون اي سابون كيفما نقول لكم نيفيا ضوف مهم يكون سابون كريمي غنطحنوهم زيان وغادي نرجع معاكم وهذا هو القوام بياله لبنات كيفما كتلاحظو معايا بامكانكم انكم تزيدوا معايا الحاليب بالنسبة لبنات اللي بغاوة يعني تفتيح لهو عالي وتبيض عالي ممكن انكم تزيدوا معايا الحاليب انا هنا لبنات غنزيد معايا الحاليب بامكانكم متضيفوش ما كين حتى شي مشكين راه الخالطة كتصبح معانا واجده كيفما شفتو ضفتلي تقريبا واحد الخمسة ديال العقات ديال الحاليب او لا ثلاثة الملعقات على حساب انتنا الخفوفية اللي بغايتها ديال الكريم ديالك وغادي نعوضو نطحنوه وكيصبح عندنا واجد هنا البنات بالنسبة هنا كيفما كتشوفوا معايا هذي ديال بلاستيك علاش هنا باش يلاخذيتو مثلا كتو عتاخذو الحمام ديال الزنقة او لدخلو معاكم الحمام عملو في شي حاجة بلاستيكية باش الله يحفظ لطحت لكم لش حاجة ما تكونش ديال الزاج وبالنسبة للنصف دياله الاخر او الربع دياله غاو نوضعوه هنا في قنينة زجاجية او لفش حاجة قد تكون ديال الزاج وغا ندوز لطريقة استعمال دياله نوريها لكم البنات المهم بالنسبة لك انتو غادي توضعوا على الجسم ديالكم يعني بغايت الجسم ديال كامل يرجع اللون دياله مزيون واللون دياله موحد وابيض وغزي والو رائع غادي تاخذ الكمية اللي محتاجها يعني هاد الكريما دياله يتوضع في الثلاجة للمدة ديال ستة ايام الى اسبوع يتوضع في الثلاجة في مكان اللي هو بارد يعني ماشي في الفريزر في الثلاجة العادية نورمال هنا من اللي تبغي تستعمليه ستوضع لي اما عصير الليمون بالنسبة لبنات اللي البشرة اللي ماشي حساسة والبنات اللي عندهم حساسية من الليمون يعملوا طماطم عصير الطماطم عليه او البرتقال كيف ما لاحظتم معايا بالنسبة الجسم على الدخل الحمام ستعمليه على جسم ديالك بيت الشكل هذا يعني ترغر غاية جسم ديالك مزيان وتبقايي 1 ربع ساعة تغسلي عاد تغسلي عرفتوا البنات ترى من الاستعمال او الاستعمال والثاني ستحصل على نتائج رائعة هذا تستعمليه يوميا لا يوجد مشكلة لك انت عروسة كتوجد العرس ولكن انت تبيض الجسم ديالك استعمليه 3 مرات في الأسبوع من بعد الحمام ديالك هنا البنات بالنسبة للاستعمال يومي مثلا على المناطق الحساسة على العنق او الاكواع تستعملي بهذه الطريقة شوفوا لاحظه التبيض كي يعطي يعني ستعمليه ككريم دهني اخذ كمية ليه بسيطة و دهني به المنطقة اللي بغيته ستبقى كتماسي فيها شوفي على نتيجة كيف عامله بليس جربوه و لا اعجبكم لافيديو لا تنسوش تبارتاجيه مع الأهل والأصحاب والأحباب والجيران علش الله و شكرا لكم على الدعم ديالكم و على اتقاد ديالكم فيها لعمري ما غاد نخذ لها هذا الماسك هذا المنطرة عارق ضفت عليه واحد الاضافات اللي هي بسيطة اللي اعطاته فعالية رائعة غتخلي حتي نشف وتعاودي تاني المرة التانية يعني في نفس الوقت تعاودي تثلصت المرة تاربعات المرات في النهار ما كان حتى شي مشكلة مكونات طبيعيه امينه وتقدر تستعملي النهار الاول بالليمون انا لقيت مع ملك الحساسية لأولو بلا ما تبدليه بالطماطم لانه مع الليمون يعطي نتائج اسرع المهم الحبابي بديالي كان داول فيديو دياليومه شكرا على المشاهدة نتمنى الاعجاب ديالكم و الى الملتقى محاليكم شحالك نبغيكم